مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على جديد من برنامجكم اليوم ينهار تراندينغ ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات نستهي العدد اليوم بالهاشتاغ الأول كالعادة قطر لفتت انتباه العالم باهتمامها من أشياء وترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في بضولة كأس العالم أو مونجال ما يشبه اختناما لفرصة التقاء الملايين على أرض عربية حيث شهدت مساجد العاصمة القطرية الدوحة اهتماما خاصا من مختلف وشجع دول العالم وصد استقبالا حافلا بهم من دعاة رحبوا بهم وقدم لهم شروحات للتعرف على الإسلام بلغات مختلفة كل هذا واتقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على الفيسبوك ومواقع أخرى شاهدين الكرام التعليقات طبعا على الفيديو من مصطفى عن إنستجرام كتب أن تخترم هذه المناسبة هذه التظاهر العالمي الكبرى لنشرية تقاف الإسلامية والدين الإسلامي الحنيف ذلك هو الإنجاز الكبير تعليق آخر ماسي كتب بالنسبة لأفضل إنجاز يمكن أن تفتخر به قطر هو هذا الإنجاز العظيم أن يهضي الله على يد قلب إنسان إلى دين الإسلام اللهم لك الحمد تعليق هباب كتبت عظيمة قطر جمعة الشعوب العربية ونشرة الإسلام نسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان على وجه الأرض تعليق إلهام أيضا كتبت هذا هو ديننا دين التسامح دين السلام شكرا قطر صلحت ما أفسده الغرب وغيرت نظرتهم السيئة عن الإسلام والمسلمين وفرط احترام تقافتنا العربية إذن مشاهدين عمر كتب كان متوقع تحول كبير للإسلام من هذه الكميات من الزائرين ما شاء الله تبارك الرحمن خديجة كتبت طبعا مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز تعليقات هذا تعليق بخصوص الموضوع الثاني والآن ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثاني طبعا بعد فوز الأخضر السعودية الصحق على الأجنطين تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفيديوهات التي صنعت الحدث وسجلت دروة فرحة السعوديين بالانتصار التاريخي على الأجنطين أول فيديو طبعا لمشاجعين سعودي طبعا لمشاجعين سعودي أقول حمل باب شقةه احتفالا بفوز منتخب بلاده على الأجنطين وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب وهم يشاهدون المباراة وبمجرد دخول الهدف الثاني لسعودية وهو هدف الفوز على ميسي ورفقي قام الشباب يقفزون من الفرحة الشديدة حيث قام أحدهم بخلع باب المنزل واحتضانه أثناء الاحتفال احتفال غريب صنع الحدث أما المقطع أو مقطع فيديو الثاني أثار سخري تواد مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجعين أرجنطيني خلع قميص منتخب بلاده ورتد قميص المنتخب السعودي بعدما شاهد المنتخب السعودي وهو يسحب فريقه في أول مباراة له أوم والآن ننتقل بكم إلى التعليقات التعليق الأول كتب هذا الإنجاز ليس بالغريب على المنتخب السعودي كل ما في الأمر تتوفر عندما تتوفر العزمة والإرادة فكل شيء ممكن واليوم من خلال هذه المقابلة عفوا اتضح أن العربي المسلم يجاهد إن أراد بالغالي والنفيس من أجل الوصول إلى المنتخب نجيب كتب كبير يا منتخب السعودية شكرا على الأداء المستوى الروح الحماس الشجعة الإرادة كل شيء جميل يا منتخب السعودي تعليق أحمد كتب مباراة تاريخية وأسطورية مع أنا نحب ميسي لكن كنت مع السعودية تعليق أحمد كتب يا كتب تاريخ دوين صفحات بكل توضيح الفريقة السعودية فوز على الأرجنطين كلها وليس على الفريق الأرجنطينية فقط تعليق خليل كتب والله حقهم شيء مفرح ومبهج أي أنا موسعودي وعملت مثلهم السقور الخضراء عملوا مستحيل اليوم تعليق أخر كتبت أو كتب مبروك من الجزائر مع المزيد من التألق إن شاء الله مبروك على الأمة العربية والإسلامية خديجة كتبت أحب أعرف موقف أبوه من هذه اللحظة على الفيديو الأول مشاهدين وبهذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينج شكرا لكم شكرا لكم